تعرفوا حبائي واحدة من القصص في العهد الجديد هي قصة المرأة الفنقية من لبنان أو المرأة الكنعانية أصولها من من كنعان هذه المرأة أم كانت أم وعندها مشكلة عويصة جدا كانت ساكنة في منطقة صيدة وهناك أحبائي كان عندها وعندها بنت وهي البنت كانت ملبوسة كانت مسكونة بشطان يمزقها يعذبها تتألم وطبعا هذا أصعب منظر على الأم واليوم أنا عاوز أقول في كتير أمهات سواء في غزة أو في أي مكان آخر عم بيتألموا بسبب أولادهم ابن أمامها عم بيتألم من مرض معين أو آلام معينة فالأم تتألم أيضا هذه المرأة الكنعانية سمعت أن يسوع أجا لمنطقتها وخلاص عاوزة يعني تستغل الفرصة جاءت إلى يسوع بإيمان ولكن جاءت إلى يسوع بثقة وجاءت إلى يسوع رغم كل المصاعب والعوائق وجاءت إلى يسوع المسيح بحالة مستقتلة يعني جاءت مش رح ترجع ولا بأي سبب إلا ما تكون أخذت الجواب من يسوع صرخت يا ابن داود ارحمني وصرخت وحاولوا منعها من الاقتراب إلى يسوع وسمعت كلام لربما يعني يعثرها ليس حسناً أن يعتخب ذل البنين إلى الكلاب ولكن يا على الإيمان وعلى التواضع تواضعها مش مهم أنا المهم حتى الكلاب مش الكلاب كمان بتعتاش وطقتات على الفتات اللي بينزل من موائد أربابها حسبني أنا كلبي أنا عاوز ألتقط بعض الفتات حتى هاي الفتات أنا قابلها منك يا يسوع بس دخيلك شفيه لبنتي الرب يسوع اتعجب من إيمانها وحتما لا ننسى في هذه القصة أنه خلال حديث المسيح معها نبرة الصوت مهمة جداً كان صوت يسوع مليان حنان نظرة يسوع حنان وشفقة وأريد أن أقول في هذا الموقف انظر إلى وجه يسوع المسيح ثم أحبائي انظر إلى نهاية القصة أخذت الجواب وأخذت الشفاء ورجعت إلى البيت ورأت واكتشفت أنه بنتها شفيت بالتمام بالكامل فإذا أحبائي هذه عينة بسيطة من بعض الأمهات اللي تركوا بصمة في حياة الكاثرين ترجمة نانسي قنقر